السلام عليكم اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير واهلا بكم على قناتي بدينا ان شاء الله سوف يكون عبارة عن ميدالية كان سبق وضعت ميدالية من قبل باللون الوردي فقلت انني اضع اه يعني شكل اخر يعني حتى تستفيدان اكتر ويتكون لديكم مجموعة من الافكار نبدأ البركة الله سوف احتاج الى خيط النار او خيط مطاطي و الى القفل و الى الخارس سوف كل مرة اعمل معكم يعني اه شكل يعني نفس الفيديو ولكن يعني الطريقة تزيين سوف تكون على مرة حين نبدأ لباركة الله اه بالنسبة الالوان اللي اخترتها اخترت اللون الذهبي او الوان الترابية يعني البرتقالي والبني والوف وايت وهكذا اه بالنسبة للقفل يعني حسب المتوفل لديكم ملاقي اشكال كثيرة من الاقفل اه يعني كلها اه يعني كلها اه سوف تكون يعني اه مفيدة اه سوف اقوم بادخال الخيط اه في الحلقة و اه الرأس طرف الرأس مع طرف الرأس سوف اقوم بادخال هذا الخارس هذا الخارس جميع جدا يعني اللون هو من الوان من اللون الترابي اه فهو خارس من نقول خارس تفسيرة وفي الواسط سوف اضع يعني شكل اخر يعني حتى يكون هكذا مزيش من الاشكال الخارس لكن في نفس الوقت سيكون نفس التم اه نفس الموضوع وهو الالوان الترابية مع الذهبي اتمنى يكون واضح يمكن تكون يعني اخر اه اخر في فيديو في هذا الموضوع اه حتى انتقل الى اشكال اخرى وافكار وافكار اخرى يعني حتى كلكم مجموعين كل ما ادخلتم الى القناة اه اي شي تريدون في الاكسسورة سوف تجدون اه في القناة هي افكار بسيطة افكار يعني مبتدئة اه لكن اه انتما ممكن يعني اخذنا الفكرة وتقومان بعملها بشكل احترافي اكثر مني اه انا هنا سوف اضعت اه يعني جادة الالوان اه او لونين بهذا الشكل الان سوف انهي الخرس الاول اللي استعملته في الاول هذا هو الشكل وهذا هو الشكل النهائي ساقوم بعمل العقدة العقدة لكم طريقتين العقدة العادية هذه والعقدة الاخرى سبقى اضعتها في فيديو المهم ان العقدة او الخرس لا يمر عبر العقدة اه اتمنى يكون واضح بهذا الشكل ننتقل الان الى الفكرة التانية بنفس الموضوع يعني نفس القفل ماذا اقولنا ان انا سوف اشتغل باللون الذهبي والالوان الترابية اه سوف استعمل فقط خرس ذهبي عادي جدا اه عادي جدا حتى يكون يعني مجموعة او بعض الخيوط بها الوان مختلفة يعني فيها شغل كثير والبعض يكون فيها فقط شغل اه بسيط يعني حتى يكون هناك يعني اه يعني مزيج او اكتمالي يعني تكون يكون العمل مكتمل ساقوم بادخال كل الخرس اه دائما نفس الحلقة نفس الحلقة ادخلها بها ادخل فيها اه الخيط التاني لتكون نفس الحلقة يعني ليس ليس بحلقات مختلفة انما نفس الحلقة بهذا الشكل وهنا هنا انهيت حتى طبيعة الحلقة حتى لا يكون الفيديو الدول المهم الفكرة واضحة ساقوم بعمل العقدة سوف اريكم العقدة التانية انه هنا ويحاول ان افتحه لاني لا اريد ان يكون يعني المتماسك يعني الخرس متماسك عن بعضي لانه سوف يكون يعني اه جامد يعني حركته سوف تكون جامدة لهذا فحاولت انني افتحه معه اخرى واعيد عمل العقدة انتقل الان الى الشكل التالت انا سوف استعمل الحروف وسوف استعمل خرس الجمايكا وسوف استعمل الفواصل هذه اه كما قلت الشكل التالي كان بسيط سامبل والشكل التالي سوف يكون انا هنا اه كانت ضعت مني فذهبت الى خزين الخاص واكسسورات وجبت واحدة اخرى اه لانه الخرس الجمايكا فتحاته كبيرة ولهذا فسوف استعمل بواحدة خرس تفسيره يكون لونها الذهبي وتكون صغيرة حتى يعني في الاخير اه لا تتسرب للخرس الجمايكا لا تتسرب اما دل سنتما خرس ساميك فهو لا ينتسرب اه انا لانا استعمل خيط مطاطي اه رقيق اه فحتى لو عملت اكثر من عقدة فسوف تتسرب لهذا استعملت بخرسة صغيرة وتكون ايضا لونها متناسق مع الالوان التي اشتغل بها انا هنا سوف اضع مجموعة من خرس الجمايكا بعد ذلك سوف اضع فاصلة بعد ذلك سوف اضع الحروف الكلمة حسب الرغبة سواء المعاني او اسماء اه ثم اه مرة اخرى سوف اضع فاصلة واضع مرة اخرى خرس الجمايكا وفي الاخير سوف اضع تلك الخرسة الصغيرة من لون الذهبي اذا وصلتم الى هذا المستوى او هذه التقيقة من الفيديو لا تنسوا اتمنى لا تنسوا لايك 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 اذا كنتم تشاهدوا القناة فلا تنسوا انكم تشتركون في القناة اذا عجبتكم اكون سعيدة جدا وتعليق محفز يعني حتى اقدم لكم فيديوهات اكتر مثل ما تشوفون انا هنا انتهيت خلاص سوف اقوم بالعمل العقدة عادية جدا لانه اعرف انه الاخر عقيق استعملته او الخرس استعملته لن تمر عبره الخيوط بهذا الشكل انا هنا احاول ان افتحه بعض الشيء لانه خرس الجمايكة اذا قمتم بشد الخيط يعني كثيرا فانه كأنه يتقوز فهمتم حتى في الاساول لهذا دائما خرس الجمايكة اتركوه الخيط يعني مثل ما اقولوا حاولت ابحث عن كلمة لكن ذهبت لي المهم اتركها سنتيمترات او سنتيمترات مليمترات في الخيط بعد العقدة وهذا هو الشكل الان ننتقل الى اخر اخر شيء سفر الشغل هو هو سلسل يعني يخدها اي سلسل حتى لو كان قديم اتحدد اذا لم يكن على شكل مشروع اما اذا كان على شكل مشروع طبيعة الحال هذه السلاسل فهي تبع في المحلات باحجام او امطار كثيرة سوف استعمل هذه متل ما تشوفون اللونها مناسب للون اول مجموعة اشتغلتها البرتقالي والبني سوف احتاج الى هذا حتى يكون عملي سهل احتاج الى هذه الملاقب سوف استعمل اثنان بهذا الشكل ساقوم بادخالها في في الحلقة نفسها اه سوف اقوم الان بغلقها ويساق ذلك الجزء الاخر اه في الاسفل ممكن ايضا اه شريط ساتا اه الاحرش الذي لا يكون يعني رطب 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 لانما الذي يكون اه خشن بعض الشيء اه هذا ايضا جميل جدا بالنسبة لهذه الميداليات الخاصة بالمحفظات بالمفاتيح وهكذا ساقوم بربط اخر اه هذا الجزء عادي جدا واقفله وبهذا نكون انهينا اه هذا الشكل انا هنا استعملت كل الاشياء المتوفرة لدي يعني اه كل الخرز المتوفرة لدي لاني الان احاول على الاشياء الخرز يعني من جديد اه لان احاول انني ابحث عن اه صراحة الان في طور بحث عن المحل اه يبيع هذه الاشياء يعني بكمية كبيرة ان شاء الله في اه لهذا فصراحة المحلات التي الجنبي غالية واشكالها يعني لا يتوفرون على اشكال متنوعة في شيء في تيمو بعرف في اه لكن انا من النوع احب ان ارى الشيء بعيني اما اذا لم اجد فان شاء الله سوف يعني اه سوف يعني اطلب طلب في اه يعني في المواقع اه المعروفة وهذا هو الشكل النهائي اتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الميدالية نالت اعجابكم انها فقط باشياء موجودة عندكم في المنزل اه بنسبة اه يعني الهاشقات الخرز مثلي اه باشياء موجودة عندكم في المنزل انا كنت اشتغلها الميداليات اه جميلة جدا اه مثل مثل ما قلت هذه الميدالية فهي خاصة بالمحفظات الصغيرة محفظات النقود او محفظات الاطفال اه او ايضا والمفاتيح نتمنى ان شاء الله انتقى في فيديو اخر بان اشتركوا في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة